في مسعى للحد من خطر تفشي كوفيد-19 في الثكونات قرر الجيش السويسري تغيير شكل التجنيد العسكري هذا العام لألاف المجندين الجدد ليصبح خدمة عسكرية من المنزل ويتعين على حوالى 15 ألف شاب سويسري من الجنسين إجراء الخدمة العسكرية هذا العام لكن الأزمة الصحية الحالية أثارت مخاوف لدى الجيش من عدم القدرة على الاهتمام بالمصابين في حال تفشي الفيروس في صفوف المجندين من هنا تقرر دخول المجندين الجدد إلى المدرسة العسكرية على مراحل وسيبشر 5000 مجند هذا الأسبوع تدريبا من المنزل مدته ثلاثة أسابيع وينبغي على هؤلاء تعلم مسائل كثيرة قبل ارتداء البزة العسكرية فعليا تشمل طريقة استخدام سلاح الخدمة والاطلاع على معلومات بشأن الأسلحة الجرثومية والكيميائية إضافة إلى القواعد العسكرية والحماية الصحية كذلك تشمل هذه الخدمة العسكرية غير الاعتيادية أربع ساعات من التدريبات الرياضية أسبوعيا عن طريق تطبيق خاص